اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونضع أيدينا معا من أجل تغيير واقعنا الأفضل ونحارب الفقر والجهل والتخلف وتحدث الرئيس عن نقطة في غاية الأهمية ربما هي الزيادة السكانية هذا الخطر الذي يهدد التنمية وأنه طبعا بالحديث عن الصحة والتعليم بشكل أساسي أن الرئيس قال عايزين نضعف المستشفيات لكن كان تكلفتها عايزين مستوى تعليم متقدم عايزين ندرب المعلمين تدريب جيد ومتطور وأن الزيادة السكانية هي العائق أمام تلبية هذه الاحتياجات وأنه أكيد الدخل في مصر أو أجور المعلمين والأطباء يريد الرئيس زيادته بشكل كبير جدا وإنما هناك عائق وتحدي مهم وهو زيادة السكانية صحيح الحقيقة الرئيسة مبارحة تكلم في تقريبا في كل القضايا بشكل كاشف فلما الرئيس تكلم على أنه الصحة أمن قومي طبعا الصحة أمن قومي التعليم أمن قومي الزيادة السكانية أخطر القضايا أمن قومي الغذاء أمن قومي الدواء أمن قومي كل حاجة بالنسبة لنا مرتبط ارتباط وصيق بالإنسان اليومي بحياة الإنسان اليومية هي أمن قومي المياه أمن قومي فبالتالي لما أتكلم الرئيس على الزيادة السكانية لما مصر تزيد في سبع سنين 14 مليون نسمة ده مسألة يعني بصراحة مش طبيعية يعني العوائد التنمية لا يمكن أن نشعر بعوائد التنمية طول ما فيه زيادة سكانية بهذا الشكل ممكن الرئيس كمان أضرب مثال بالأسرة اللي عندها ست أبناء وبتشتكي من ذيك الحال فبالتالي لو أنا دخل ألف جنيه أنا بصرف كام فبالتالي لو أنا دخل ألف جنيه وبصرف ألف وخمسمائة جنيه يبقى فيها عجز خمسين في المية من دخلي يبقى أنا لازم أشوف إيه الحل فبالتالي الزيادة السكانية في مصر أزمة وقضية كبرى لابد أن تواجه بحسم وبحزم بس من كل المؤسسات يعني مش الحكومة بس فيه جامع في البيت في الأسرة في المدرسة في كل المؤسسات في الإعلام فدي قضية أمن قومي حقيقية بتواجه المجتمع المصري بتواجه الأسرة المصرية بتواجه الدولة المصرية بتواجه الاقتصاد المصري وعوائد التنمية لما يزيد 14 مليون نسمة في سبع سنين عايزين كم مدرسة عايزين كم مستشفى عايزين طريقة عايزين محطة مية عايزين محطة صرف صحي عايزين فبالتالي كل الملفات مرتبطة ببعض فالزيادة السكانية لن يشعر المواطن المصري وقلناها يمكن في البرنامج أكتر مرة لن يشعر المواطن المصري بعوائد التنمية وبعوائد الإصلاح الاقتصادي طول ما الزيادة السكانية بهذا الشكل فهي زيادة مرعبة الحقيقة يعني مصر بتزيد 2 مليون في السنة تبتلع أي تنمية في البنية طبعا مفيش اقتصاد في العالم يستوعب 2 مليون نسمة في السنة حينة سمعت أراء متبينة ما بين الوعي هو السلاح أمام يعني وقف زحف الزيادة السكانية وأراء أخرى بتجارب أخرى دولية مثل تجاربت الصين مثلا في هذا الأمر مزبوط التعويل على الوعي الوحده مش كفاية القوانين هي اللي بتواجه بحزم المسألة دي يعني الصين زي ما حاجت بتقولي لما قالت أنه طفل واحد خلاص طفل واحد الطفل الثاني انت تتحمل مسؤوليته تعليميا وصحيا ونحية المادية ونحية الاقتصادية في كل شيء الدولة ملحاش علاقة بالطفل الثاني وده مرتبط بالدخل والمستوى الماني هو تم ربطه بالفعل في مبادرة مثلا اتنين كفاية تم ربطه على سبيل المثال ببرامج الحماية الاجتماعية والتصرم التعليم وهذه الأمور هاريك شايف أن المبادرة ربما لو تحولت إلى قانون اتنين كفاية يتم وقف الزحف العملي لا بد من واجهتها بتشريعات واضحة ومحددة وصريحة لمواجهة الزيادة السكانية يعني النهاردة أكتر من اتنين يبقى فيه يترتب عليه إجراءات أكتر من ثلاثة يترتب عليه إجراءات فبالتالي لازم الواجهة تبقى مواجهة تشريعية مش ثقافية وإعلامية أنا أتفق مع حضرتك في الموضوع ده جدا